أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي في تريند الأهلي هنستعرض اللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة وكان كلام مهم جدا لأن الأهلي داخل على مرحلة صعبة ما بين إصابات ومباريات وضغط مطشاط في الفترة اللي جاية أول حاجة في تريند الأهلي حساب الأهرام وبوابة الأهرام على الفيسبوك قالت النسواريش يستعين بالناشئين لمواجهة الإصابات الأهلي يفتقد جهود سبع لعبين وفحص طبي لعبد المنعم وصلاح محسن كلنا لسا بنتكلم في التفاصيل دي ومين مصاب ومين ممكن يرجع وطبعا شايفين عنوان الأهرام الأهلي استعاد زكرة الانتصارات الأحساب الجونة وربيعة يحرز الهدف الأول للأهلي لكن بوابة الأهرام اتكلمت النسواريش قرر أو قد يكرر أو قد يكرر تصعيد أحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف وعدد آخر من اللاعبين لتدريبات الفريل أول تمهيدا للاعتماد عليهم بشكل اضطراري في ظل الإصابات الموجودة في الفريل أول خلال الفترة الحالية ضغط مطشط والأصعب من كده اللي انت كمان بتتوقع أن يكون فيه لك قدر الله ممكن يكون فيه إصابات تانية الفترة الجاية بسبب ضغط المباريات لأن اللاعبة دي لعبة عدد مباريات محدش لعب بنفس الكم داخل هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي والقري كورا بلس بتكلم على اختبار طبي بيحدد موقف سنائي الأهلي من مواجهة المقصة في الدولي السنائي هم صلاح محصن ومحمد عبد المنعم ومنذر لحظات زي منا محمد توفيق كلمنا عن بعض التفاصيل الخاصة باستعادة عدد من اللاعبة يمكن لو اسمك سوني كان موجود في مباراة اللالجونة على الدكة لكن طبعا بقى نتمنى إن شاء الله الفترة نشوفه في التشكيل الأساسية في ظل أن فيه لعيب على الأطراف مش هتبقى موجودة حتى نهاية الموسم أبرزهم بالتأكيد حسين الشحات بغياب كمان محمد شريف ما فيش غير صلاح محصن وحسام حسن فيه تصعيد لأحمد سيد غريب رأس الحربة من قطاع الناشئين فبالتالي ممكن سواري الشياء غير الشكل شوية في الفترة اللي جاية لكن طريقة اللعبة كلنا شفنا فيه تعديل حصل في المباراة الأخيرة باللعبة 3-4-3 بدل 4-2-3-1 حساب الجول عمل فكرة صراع اللقب تعرف على مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري وكنت استعرضت ده في بداية الحلقة وقلت ترتيب المباراة المقصة بكرة المقاولين 37 فرقه 38 الاتحاد السكندري 7-8 المصري 10-8 الإسماعيلي 14-8 ودي مباراة مؤجلة وغالبا ممكن كمان تكون فيه مباراة لكأس مصر في دور الـ 16 تتلاقي في التوقيت ده لأنه قلت الفترة من 10 إلى 20-8 كان فيه توقف لأنه فيه مباراة تمهيدية للفرق المصري اللي هتلعب في البطولة الإفريقية لكن مباراة تمهيدية أجرت لشهر 9 إستر نيقام بني 28 إمبي 23-8 الجيش 26-8 والختام مع السيراميكا يعني أحد أيام 29 أو 30-8 نرى لحساب الوطن سبورت وبيتكلموا على أن الأهلي يفاضل بن سلاسك لعبين لتدعيم خط الوسط بينهم نجم جزائري هنا الكلام بقى بيتكلم على المريكاتو الصيفي اللي هيبقى الاستعداد للموسم الجديد اللي هينطلق فيه شهر 19 الجاي الوطن سبورت حسب طبيعة الخبر اللي مكتوب قدامي أنهما من خلال بعض المصادر أن الأهلي حدث تلت لعبين للتعاقد مع أحدهم لتدعيم وسط الفريق في مقدمتهم أحمد دا كندوسي لعب فريق وفاق السيف الجزائري وأنا لغاية اللحظة دي بصراحة مش شايف أي مؤشرات لهذا الخبر أو هذه المعلومة كنا نعرفين الكابتر حسن البدري تولى مسؤوليته فاق السيف وفي بداية تصريحاته قال فيه تمسك بكل اللاعبين وفاق السيف بيبني فريق عشان دوري أبطال إفريقيا السنة التالية إن السنة دي وفاق السيف مش هلع في دوري أبطال إفريقيا أيضا من ضمن اللاعبين اللي تقالوا عمر السيسي لعب فريق طلع الجيش ومحمد ريدا بوبو لعب فيوتشر اللي للأسف مش هيكون موجود في المباراة القادمة أمام الزمالك برضو من الأسامل اللاعبة المميزة في فرقة فيوتشر لكن الصفقات بالملف ده كله لسه ما فيش فيه قرار رسمي دكتور سعد شربي كان أعلى إن كان فيه اجتماع تم بين الكابتن محمود الخطيب مع ريكاردو سواريش وعرض عليه الملفات اللي تم منقشته في الفترات الأخيرة وإيه الخطوات اللي خدها لقالي وسواريش هيدرس كمان هيشوف الموقف بالنسبة لضم اللاعبة لكن كمان ده مع توقيت ضغط المطشاط هيبع الأمر صعب شوية فأعتقد بنسبة كبيرة مش هيكون في حسم الملفات دي إلا خلال الأيام القادمة مع اقتراب نهاية الدوري العام لكن كلها توقعات وأخبار واجتهادات لبعض الزملاء في المواقع الرياضية حساب يلا كورا ونقل تصريح مهم جدا للكابتن منذر القبير المدير الفني السابق للمنتخب التونسي يلا كورا اهتمت بالتصرحات ونقلت هذه التصرحات وقالت إنه تكلم منذر القبير على علي معلول وقال على معلول إنه مدافع عصري أفضل ما أنجبت الكورة التونسية كما أن إفريقيا لم تأتي بمدافع مثله هداف ويقدم تمريرات حاسمة في نفس الوقت وأعتقد إنه سجل أهدافا أكثر من مهاجم الأهل في الفترات الأخيرة علي معلول لعيب مميز جدا وكلنا عارفين إمكانياته وقدراته ولو البعض حاول كده في فترة معانة يهز الثقة اللي ما بين الجمهور مع علي معلول أعتقد يعني ما حدش قدر يهز الثقة دي حتى لو علي في فترة من الفترات المستوى ما كانش بالمستوى المأمول إحنا عارفينه وده متوقع جدا وبيحصل مع أي لعيب في العالم لكن فيه اعتراف إن إمكانيات علي معلول كبيرة جدا علي معلول أحرق زي أهداف ما تقررتش أعتقد في أي محترف في الدورة المصري خلال السنوات الأخيرة رغم إنه علي معلول مش بيلاعب على عشر سنين في الأهل علي معلول جاي في شهر يوليو 2016 زي ليومين دول بالظبط من حوالي ست سنين وفي الست سنين دول خدت نين دورة أبطال إفريقيا مع الأهل خمس ست نهايات خدت اتنين سوبر اتنين برونز كاسعالم أربعة دوري يعني ألقاب وأرقام مميزة جدا ويكفي إن الأهل بيلعب فيه كابتن منتخب تونس علي معلول آخر حاجة في تريند الأهلي وحساب العين الرياضية وبوابة عين على تويتر نشرت الأهلي أم الزمالك ما هي الأندية الأكثر شعبية في الدوري المصري عينك على العالم خدو بالكو الكلام ده على بوابة العين مش بوابة موقع الرياضي في مصر أو بوابة الرياضية مصرية لأ العين الإماراتية أهلت بقيارة الأهلي والزمالك الأندية المصرية الأكثر شعبية على السوشيال الميديا الأهلي 40 مليون 315 ألف الزمالك 14 مليون و 520 ألف بيراميدز 3 مليون و 900 ألف والمصري 1 مليون و 538 ألف والإسماعيلي 1 مليون و 170 ألف تم حساب عدد المتابعين بالتقريب على مواقع الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك فبالتأكيد شايفين الفارق الشاسع ما بين المتابعة والمشاهدة الخاصة بالسوشيال ميديا سواء للأهل أو بقى المنافسين وحتى بقى المنافسين لو فيه أرقام برضو بين مليون واثنين وثلاثة جزء منها جماهير أهلي بتبقى عايزة تعرف أخبار الفرق المنافسة طيب ده بالنسبة للسوشيال ميديا لكن